موضوع مهم أن الملك المغربي محمد السادس قام بسيارة إلى الإمارات العربية المتحدة طبعاً كلكم تابعت هذه الاتفاقيات والتي عقدت وهذه الشراكة الاقتصادية قضية مليارات يعني الملك محمد السادس عندما يخرج في زيارة يجيب المليارات أعطوني تره تبون كانش ما جاب حتى مليار واحد وين يخرج يضيع المليارات يوزع في أموال الشعب الجزائري باش يضحكوا معاه وديروا معاه صور هاي أعطوني دولة راح القطر كانش ما جاب لنا مشاريع مشاريع قديمة من عهد بوتفليقة راهي ماشية هاي راح للكويت كانش ما دارينا مشاريع أول خرج العبد المجيد تبون كانت للمملكة العربية السعودية دعاته في إطار زيارة دولة خرج بخفي حنين بخفي الزهرة كما يقول ما جاب قاله انت روحت للسعودية دولة أغنى دولة المفروض ما تخرج إلا بصفاقات اقتصادية ومستثمرين وكذا 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 والسعوديين يحبوا الجزائر مثل ما يحبوا المغرب ويتمنوا أنهم يستثمروا في الجزائر هذه الحقيقة وقفت عليها بنفسي ما هوش كلام يتقولوا لي الناس ولكن لا شيء يحوس 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 كل مهبول ويرجع والأموال تصرب يوزع فيها يدير مشروع باش يدير لم الشمل بين الفلسطينيين انتع هذي انتع الفصائل يصرف عليهم الفلوس باش يلم الشمل انتعهم وبعد يرجعوا لبلادهم يحقروه ما يردوش عليه ما أقبحكم وما أرخصكم رخصتم الجزائر إلى هذا الحد لو كانت الجزائر عندها رجال بمعنى الكلمة مش رجال يسترجلوا غير على ولد الشعب يسترجلوا على ولد الزوال يد وحطوه له في الحمس لأنه اكتب منشور في الفيسبوك أنتم هنا ما كم رجال وما كم أشباه الرجال حتى ذكورتكم يشكك فيها لأنكم بلغتم منتهدياثة بمعنى الكلمة تحقروا غير في ولاد الشعب الجزائري فقط ولكن عندما يحقركم اسماعيل هنية ما يردش حتى على اتصالاتكم وما يعطيكم حتى قيمة لا أحد منكم يتجرأ على اتخاذ موقع ماذا فعلتم؟ خلي عبد الرزاق مقرين حرم عليه ما يروحش يطلقى مهنية شوف خدمة هؤلاء من النسوين اللي بيعوا في القشف الحمامات ما هيش خدمة دولة ما عندناش دولة ولا عندنا رجال دولة عندنا عصابة من اللصوص لم يرتقوا حتى إلى درجة مافيات حتى المافيات عندهم خلققيا معينة هذو من ناس سبناء ستين سرمايا كما يقولوا المشارقة حقيقة تحقروا الدولة لأنكم محقورين تبون يطلع معا رئيس التركي رجب طيبر دول يقولنا ها نحنا الله غالب مناش نحنا وصلنا إلى حد كان ممكن يدينا إلى أبعد ذلك مع الأسف توقفت الأمور ومش حنا السبب الله شاهد كأن القضية تتعلق بتشري صبات للزهرة ولا بابنت الزهرة انت راك رئيس دولة يا ابن الأي درت لهم مشروع هذا متاع الفلسطينيين جاء ووافقوا عليه يطبقوه ما يطبقوش والله ينغلق له حتى القنسولية السفارة هذه انتا دولة فلسطين نغلق له جدها طير والمنزيش رعطينه فلس اللي ما يحترمش الدولة الجزائرية الدولة الجزائرية بادرت بسمعتها وأموالها وباش الدير لم شمل يحقروك يدلك الأموال وبعد ما يردوا عليكم محمود عباس يرد عليهم ويرد عليهم بفوقية لما كانت الجزائر دولة قوية كانوا هذما الفلسطينيين عندما يأتوا إلى المطار يستقبلهم كاميران شاف وأصبح يستقبلهم رئيس الجمهورية ويتمسح بمحمود عباس أرجعوا للصور التعتبون لما استقبل محمود عباس وش هي الحكاية كل نكاية في المغرب كأن محمود عباس يكون يعيط له في المغرب والله يكون يعيطه الملك محمد السادس يروح منبطحا في فلوكة من إسبانيا إلى المغرب خلونا من هذا الكلام هذا اللي يزيدنا عصبية أكثر والله يعلم بحال الناس صحيح تكذبوا على الناس الملك خرج جاب صفقات لا تحصى ولا تؤد مليارات وهو مقبل على تنظيم كأس العالم وراح يفتح مشاريع والسياحة وكذا 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 شوفوا شي يخرجوا واش تخرج لنا هذه انتع انتع أحد الجرائد اللي دائما تكتب وهي جريدة الخبر اللي دائما تكتب هاي أمامكم الصحيف في عددها انتع اليوم لربعة أشرف أمس على لقاء جمع مخابرات بلده مع الموساد في دبي أمير المؤمنين حط على بين ظفرين يبيع بلاده وشعبه للكيان الصهيوني محمد السيد السافر سرا إلى تلبيب لتلقي العلاج ذعر في المخزن من الصعود السريع للضباط المغاربة الأحرار الحكاية عن الضباط الأحرار فيلم دارة المخابرات الجزائرية دورك نحكي لكم عليه شوف يعني شوف الهبل هذا شوف الهبل هذا يعني بالله عليكم خلي نكونوا شوية نوع من الواقعي يعني الملك محمد السادس بش يروح يعالج في تلبيب يروح للإمارات ومن الإمارات يروح سرا لتلبيب تفجي لحكي يا أديد بالله العظيم ترى هي أرقى المستشفيات في العالم وكان يحب يعالج فيها رأيه والله ما يحتاج طائرة ويركب في فرنسا في ألمانيا في كلها تحلم تستقبل محمد السادس بش تعالجه إذا كان حب يعالج عندها عنده مستشفيات أفضل من مستشفيات كثير من الدول أفضل من مستشفيات في إسرائيل اللي عند المغرب تشيل الهبل هذا اللي تنشر فيه هذا الهبل تع المخابرات رو واحد من تع المخابرات الكاسي دور قعد ويألف يعني على الأقل تجيبوا خبر جيبوه منطقي لما يكون مقبول خلينا نشوفوا مثلا واش نشروا في هذا المقال هيا سيدي خلينا على ذكر هذي انتع الضباط الأحرار هذي اللي يحكوا عليهم هاي واش نشر أو أنا قلت لكم الجزائر راهي الآن أصبحت أرخص دولة في نظر دول الخليج اللي أصبحت تتآمر على دولة شقيقة جارة بهذه الطريقة وتحرض عليها ها هي نشراته نفس الجريدة وهو خبرت على المخابرات ميلاد منظمة الضباط المغاربة الأحرار والمخزن في ورطة هذا كان في تسع عشر نوفمبر يعني منذ أيام قليلة فجأة قال لك مرة أخرى يشهد الجيش المغربي تصدعا ونزيفا حدا في صفوف ضباطه وجنوده الذين يعلنون انشقاقهم وتمردهم عن قواتهم بسبب بطش نظام المخزن الذي يعيش يا ولدي انشق العشرات من الضباط والجنود المغاربة التابعين لثكنة عسكرية في مدينة الرباط لو قلت على الأقل في الصحراء ولا في الناس اللي يعانوا في الرباط الرباط رأي نيويورك تعال ما للشرق أو المغرب العربي الكبير وتعالي في الصفوف القوات المسلحة مكحالة عسيان وتصدع غير مسبوقة وما إلى ذلك فأفقد المؤسسة عسكرية تماسوكة وانسجام عناصرها من خلال إعلان 130 بينهم ضباط سامون انشقاقهم عن الجيش والله يا جماعة والله يا إخوان يا متابعين هذه حكاية استخباراتية ساخيفة لمنتص وألفتها لهم البونيزاري هانزي ما صادري تقول بأن البونيزاري وهم اللي ديروا لهم الحكاية هذه قالوا لهم ديروا الحكاية هذه وراهوا كذا وكذا وانشقاقات وكذا بهذه الأساطير رحت يعني تواجهوا المغرب بالكذب هذا والبهتان هذا بالبهتان هذا كأن المغرب عايش حرب أهلية الجزائر اللي كانت تعيش للانشقاقات في سنة 93 انشقت كتيبة كاملة من القوات الخاصة وصارت تقاتل مع زملائها في زبربا في جهة الأخضرية كانوا يتقاتلوا كم من ضابط جزائر يهرب وأصبح فيه تنظيم الجماعات وعندما يكلموهم أنا ذاك يقولهم كين ضباط الأحرار يقولهم يقول لك ما كان مال ونحن كنا في الكذرنة والناس هربة وتهرب وتطلع للجبل آه يسير يكون تشاهد عليه وكانوا ينكره لأن الجزائر كانت عايشة حرب المغرب وش من المشكلة عنهم أنا هبط للصحراء الصحر والكل يقول ورنا مغاربة عليش حتى يحدث هذه الانشقاقات المهم الحكاية هذه حكاية فارغة دعاية استخبارات إياهم جبدوا فيها الريف وقال لك رح يضموا للريف وهذه كل تدخل في إطار المشروع اللي يدير فيه الاستخبارات على أساس تخلق حركة انفصالية في الريف وراهي صنعت واحد المجموعة وبعد داروا على بعضهم وبدوا يكشفوا في الأموال اللي أعطتهم المخابرات والصفارة الجزائرية هذه كلها كذيب يا مشارقها شاهدوا شاهدوا بأم أعينكم هذا النظام البائس الذي تتعاملون معه يا دول الخليج ها هو وش يدير يدير يحاول يخلق حتى انشقاقات بأي طريقة داخل الجيش ترون لك ما جبتوا هذاك الكذاب عيسو هذاك اللي كان عميل الاستخبارات من هي الاستخبارات الإسبانية لما فقلوا هربوه هرب هرب وجاء عندي واعترفلي ودرت معه هنا حوار بعد مدة ما لقاوه ما لقاوه ما يدير ويش يضربوا المغرب اوه كان واحد عيسو يشاء الله أنها تجيبوا الشروق وتقول لأول مرة ونسيت بأنه من قبل أيضا اجريت معه أنا بنفسي حواره كان لأول مرة هي الضباط هذب اللي انشقونهم يعني حتى باش تحكوا رحت وجبتوا واحد من الأرشيف منذ التسعينات وهرب وهو معترف بأنه عميل قدموه نموذج على أساس أنه ضابط منشق ضابط منشق هذه الدعاءة المهم شوفوا ايش تحكي جريدة الخبر على الحكاية هذه انتع الأمير المؤمنين يبيع بلاده وشعبه للكيان الصهيوني يعني هم يستغلوا في الظروف هذه انتع غزة فقط يقول لك خلي نحرضوا على المغرب هاي يا سيدي هو باع على حسب المنطق انتعكم هنتم واجدرتوا الغزة أمير المؤمنين كذا كذا المهم شوه يواصل ملك المغرب محمد السيدس استكمال صفقة بيع بلاده وشعبه الغارق في الفقر وظروف العيش القاسية كذابين فيه فقر ما شمعناها ما فيهاش فقر ولكن والله ما هي ظروف قاسية لهذا الحد تروح للطنجة تروح الوجدة تروح للرباط تروح للدار البيضة تلقى الناس تخدم الناس كائنة الفقراء كيني لأنه ميهش بلد المغرب ما هوش بلد بيترول ونفط وغاز يكون عنده بيترول ونفط وغاز والله راهوا مثل الخليج العربي ما عندهش طوابير لا طوابير على العدس لا طوابير على اللوبيا لا طوابير على الزيت للجزائريين دير طابور منه على الزيت جاء تناوع من السيارات راح يدير طابور باش يشوفها حتى أصبح الجزائري يمشي يلقى طابور يدخل فيه بسبب هذه الفوبيا تروح للطوابير في المغرب تروح المرافق العمومية اللي نراها في أوروبا تشوفها في المغرب والله من هنا قاعد نسوق لهم وما يحتاجوا لنسوق لهم لكن هذا هو الواقع اللي نتحدث عنه فلا يفوت أي فرصة لفعل ذلك مهما كلفهم التدعيات تشير مصادر كذابين هذه المخابرات وتشير مصادر إلى أن أمير المؤمنين أشرف أمس في دبي الإماراتية على لقاء جهاز جهاز استخباراته مع مخابرات الكيار الصهيون المصاد في محاولة الإنقاذ نفسه من تصعد تأثير منظمة الضباط العرار يا لهوي يا لهوي هذا ضابط المخابرات اللي يكتب هذا المقال حمار مع احترامي للحمار الحمار كيتحط عليها بضاعته يوصلها للمكان التي تريه هذا حطي يعطيته بضاعة ما وصلها أشو من حاب هذا حمار يعني حركة مجموعة أشخاص أسيدي لنسلم جدر رهيكين هذه المنظمة مستحيل تكون دخل مغرب يعني رههم مجموعة من الضباط هربوا حرقوا للخارج ودالوا هذه المنظمة كما حصل في الجزائر فحالي شوية أشخاص رح يزعزعوا المغرب يخلوا الملك يتنقل إلى الإمارات باش يلتقي مع الموساد عليش ما نجيش الموساد عنه يخي عنده علاقة مع إسرائيل يعني حتى باش يساف الإمارات هذا كل السبب عليش حاب يضربوا هذه العلاقة ويضربوا هذه الزيارة ليحقق فيها الملك المغربي مكاسب زعزعت أركان النظام خلته يوصل إلى درجة الهيستيريا بهذه الأخبار سيدي يقول وأجبرت المظاهرات والإحتجاجات الحادة للشعب المغربي والصعود الملفت لمنظمة الضباط المغرب الأحرار المناهضة لنظام المخزن محمد سادس على سفر إلى الإمارات بشكل عاجل بسبب حالة الرعب والفزع التي يعيشها المخزن وشركائه من قادة أبو ظبي على خلفية الالتفاف الشعبي المتزايد حول الضباط الأحرار المشترك مع الشعب المغربي في العمل على إسقاط التطبيع مع الكيان الصيون أنا أقول لكم حاجة أنا كنت في بركان وأنا جالس هناك في مقهى مع أصدقاء وجي مظاهرة يقولوا ما لا يمكن أن تتخيله في التطبيع والمطبعين يشتموا في المطبعين معناها يشتموا في المريك شكوين يمشي معهم؟ البوليسية قدامهم ومشيين معهم ويرحكوا كملوا المسيرة انتهم وراح هذا نموذش ما سبوهم ولا منعوهم ولا شيء ديمقراطية يا ناس ديمقراطية ما يكذبين ما يحكوا لكم فيه وما شفت شبعيني نقول ممكن ويجد يقول لك حلفاءهم فيه كذا والتقى مع الضباط نطع مخبراته هذا كله كلام سيناريوهات لا أساس له يا جماعة يعني المحمد السادس إذا كان أراد أن يجتمع مع المخبرات المخبرات الإسرائيلية يروح لهم الأبوظبي وعلى ما يعطرهم شيء يمشوا عنده ولأجل ذلك عقد في دبي أمس حسب المصادر اجتماع رفيع المستوى إجراف أمير المؤمنين حضره جهاز مخبرات لظام المخزن واستخبارات واستخبارات الكيان الصهيوني المساد لأجل التوصل إلى حلول سريعة وآمنة للوضع الخطير الذي يمر به المغرب ويفع بفعلي تورط المخزن مع الكيان الصهيوني لسيما في ظل التصعيد والإحتياجة الشعبية والله يا جماعة شوف هذه زبالة أكرمكم الله ما تستحق أني أقراها خلاص خلاص يعني بلغوا واحد المستوى من التفاهات اللي ما نقدرش نكمل فيها صراحة اللي رح يقراها أحمق ولا أريد الحمق النفسي يجي يقول لك أنا راح يجتمع بل أنه قال لك راح عالج في تلبي يعني بالله عليكم يا مخابرات الجزائر العالمة اللي يتبعوا الأمر يعرفوا بأن هالي برقية تعموا خابرات راكم هاكذا كشفتوا أنه ما عندناش مخابرات لكن لما تشوف واحد زي ذلك البغل أكرمكم الله مع احترامي للبغال جبار مهنة هو اللي ترأس هذه المخابرات لما تشوف فلان وعلان اللي يرهم في الأجهزة هذة هم ناس من النصوص الحرامية لما تشوف في ذلك الحرامي صرق صبابة والحاج هو اللي يمسك في المخابرات يعني وش تنتظر منهم وش تنتظر منهم أسوأ خلق الله داخل المؤسسة العسكرية هم اللي يحكموا فيها الآن أقدر البشر الذين عرفناهم أيام زمان عندما كنا في المؤسسة العسكرية هم الآن اللي يمسكوا في البوست البحي كانوا يسلقوا حتى الملفائم اللي فواي يدخل فواي يخليها كذا تلقى صحن تعملها هذي كان السينية معمرة في الملفائم يوقن عشرة ويروح يخلص زوج أعرف واحد هكذا كان يدير الأره وجينيراه وش ماسك تخيلوا إدارة اللي فيها الأمو كان يسلق في الملفائم يا ناس يا ناس والله بلغتم منتهى السفالة في كل شي حكو يا راكم بهدلته الملك محمد السيد صراه يدير صفقات كبيرة بالمليارات وخطوات أخرى ورح تشوفوا المشاريع القادمة في الصحراء في العيون الداخلة عندما قلت لكم من قبل أن العيون لأني درت لكم وأخر روبرتاج وصورتها لكم وهذا راح هذا اللي شفتوه من عندي راح يولي كأنه لا شيء أمام ما هو قادم هرواح انتا وقل له العيون المحتلة ونحيها للمغرب واعطيها لابراهيم غالي يتبرطق فيه هذا كلام فارغ حقيقة كلام سخيف وبلغ منتهى السخفي بمعنى الكلمة ما حققه محمد السادس هز أركان عن نظام الجزائر ودليل على التخبط هذه البرقية التي نشرتها الجريدة جريدة الخبر وهي برقية استخبارية مثل البرقيات السابقة التي نشرتها حول أبو ظبي والإمارات وغيرها وغيرها نظام إذا كان أبو ظبي ولا الإمارات العربية المتحدة عموما أنها تستهدف الأمن القومي الجزائي إذا كنتم رجال وخرجتم من صنب رجال اعلنوا موقف سياسي وديبلوماسي تجاه هذه الإمارات التي تتآمر عليكم على حسب ما تقولون أما تبقوا ببرقيات منتع استخبارات تنشرها في جريدة وفي اللقاءات الدبلوماسية مع المسؤولين الإماراتيين تقولهم الله يجريدة وتعرف نحن عندنا حرية التعبير وكذا كذبين أيها الإماراتيون هذه برقية من طرف الاستخبارات الجزائرية لا قضية حرية التعبير ولا تبعير ولا تغبير ولا تسنفير هذا هو الواقع هذه هي نظرة النظام الجزائري معكم دولة التي لا تستطيع تقولون بأنها تتآمر علينا وديروا في في اجتماعاته وكذا وكذا ضد الأمن القومي الجزائري متعلنوا حتى موقف لكن ابتلانا الله يا شعب يا جزائري ابتلاكم نظام ما فيه واحد رجل الذي يرضى الدياثة في أهله ما تنتظر منه يرضى الخير لبلد منه للجزائر نجيب هالكم من الآخر وعندنا ما يندله الجبين وهم يعرفون هذا جميل إذن بالاختصار أن زيارة الملك والاتفاقيات التي حدثت مع الإمارات العربية المتحدة زعزعت نظام نظام العسكر نظام أقوى جيش نظام القوة الضاربة نظام القوة الجهوية نظام اللي تخلق توازنات في المنطقة كما يدعي هذا التفون ها هو وينوصل للحال معه الملك يروح يدير في استثمارات مع دول الخليج وهم أقعدوا وللو بهذه الطريقة والصهيونية وكذا ماذا قدمتم لغزة وان هي غزة غزة تحرق يا خي تابعون قلت للشعب الجزائري قضية انتبعها أنا شخصيا ها يتابعها شخصيا إذا كنت خرجت من صلبي أبي ها يتابعها أنت وعلن موقف تعال جزائري مش يكلم إقاف الحرب والعدوان لكن الكلام انت عن أشعار الذي لي لا اعلن موقف اعلن موقف هايا هايا نعطيك موقف ديره قطع العلاقات مع الدول التي طبعت العلاقات مع إسرائيل يا خي انت ضد التطبيع هايا إذا كنت راجل لكنني أدرك أنك بقى أنتبون والرجولة لا يلتقيان ولا العسكر هذم الجنيرالة هذم رجالة حقارين برطبهم حقارين بمنصبهم حقارين بالسلطة اللي فيه الديهب لأنه لو كانوا رجال حقيقة ما يحقروش ولاد الرجال وبنة الرجال وهذا اللي هو وصل إذن هذه البرقية يا إخوان تعبر على مدى السخف الذي وصل إليه النظام الجزائري بسبب هذه البلاو لرنا عيشين فيها والقادم صدقوني أسوأ بكثير واذكر كلا لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة